اشهد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بصدور المرسوم الملكي السامي عن جلالة الملك المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة بالعفو عن 457 من المحكومين واكد معالي ان المبادرات الحكيمة من لدن جلالة الملك المعظم بالعفو والافراج عن المحكومين تعبر عن نهج انساني وقيم راسخة تعزز العدالة والتسامح وتحقق الاستقرار المجتمعي معربا معالي عن الفخر والاعتزاز بما يليه جلالة من رعاية ابوية للجميع تعكس اسماء صور العطف والرأفة وانوها معالي رئيس مجلس الشورى بالدور والجهود التي تطلع بها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اجل وضع البرامج وتنفيذ المبادرات الحكومية التي تسهم في ابراز قيم ومبادئ حقوق الانسان التي تتمسك بها مملكة البحرين باعتبارها جزءا من الثوابط الوطنية الراسخة اشتركوا في القناة